هههههه حياتك حلمت أني أرضع طفل ليس ابني وجود حليب غازير بصدري متزوجة تردعين ابن غير ابنك بس أنت ما قلت أنه عندك أبناء أو لا هذا جدا ضروري يا جماعة الخير بما أنت شفته قمت بأي شيء من أسباب أسباب التربية أو التغذية للأطفال أنت قلت أنك متزوجة بس ما قلت أنك أنت عندك أبناء أو لا فصير عندي أنا خلل في التفسير أحصل عندي عشوائية وممكن أجب لك تفسير بعيد أو قريب وعموما هو بشكل عام بما أنك ما ذكرته سأخذ لك على العام العام البسيط البسيط لأن أنا أتصدق على ما أرضى طفل ليس ابني معناته أرعى يتيم أو أقوم بصلاة رحم لأحد أبناء إخواني أو أخواتي تنفعهم هذا الشيء ويعودوا عليه بصدقة يعني أجر الصدقة أو الرحمة أو الفضل ولكن دائما يا جماعة الخير أنا شوفت نفسي أرضي أقول عندي أبناء شوفت رقم ثلاثة أربعة خمسة أقول كم الرقم هذا حولي في حياتي يعني إذا قلت أنا شوفت ثلاث ساعات أقول عندي ثلاث أبناء يعني يكون ممكن أن يمرتبط شيء عشان يساعد المفسر أنا بالنهاية أنا إنسان قاعد أفكر رموز في حياتي ما شفته في حياتي معرفة الشخص أو معلومات أنها غير أنها متزوجة أو آنسة فهي كل ما زالت معلومات فيدي يعني مثلا لو واحد قال لك والله نحن تدرى الدكتور والدكتور عطاري دواء والشارع صح صح لما تقول إنها مريضة أنا أعرف أن القصد فيها لعلاج